صياد سوري عثر في شباكة على سمكة ضخمة وزنها أكثر من 87 كيلو جراماً ما أحدث جدلاً واسعاً بين السوريين خاصة بعدما تم تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور السمكة فما القصة؟ في الآوينة الأخيرة كثر الحديث عن ظهور أسماك وكائنات بحرية غريبة في المياه السورية لم يعتد السوريون وخاصة الصيادين رؤيتها من قبل ذلك الأمر أثار حالة من الجدل الواسع بين السوريين حول الطريقة التي وصلت فيها تلك الأسماك إلى المياه السورية وضمن هذا السياق كشفت تقارير إعلامية عن عثور صياد سوري على صيد سمين في شباكة حيث اصطاد سمكة نادرة وبوزن كبير وذلك في مياه نهر الفرات وبالتحديد في ريف محافظة الرقة شمال شرق سوريا وبحسب ما جاء في التقارير فإن الصياد السوري مهند الحمد الذي ينحدر من قرية لعليلة في ريف محافظة الرقة شمال شرق اصطاد سمكة نادرة وزنها 87 كيلو جراماً و800 جرام وذلك خلال قيامه بالصيد في نهر الفرات شمال المحافظة وبحسب التقارير فإنه بمجرد أن اصطاد مهند السمكة أحدثت ضجة واسعة في المنطقة حيث إن وزن السمكة الكبير كان محط أنظار المارين وذلك لأنه من النادر جداً أن يعثر أحد الصيادين على سمكة بهذا الوزن وفي اللحظات التي كان يخرج مهند السمكة من شباكه فيها وثق المارة والسكان السمكة بهواتفهم الخاصة حيث نشر بعدها تلك التسجيلات مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة ووثق الفيديو المتداول لحظة احتفال مهند رفقة مجموعة من الصيادين بهذا الصيد السمين حيث إنه لا يعثر على مثل هذه السمكة النادرة والضخمة كل يوم وبحسب التقارير فإن هذه التسجيلات يتم توثيقها لأنها لحظات تاريخية بالنسبة للصيادين حيث يحتفظون بها كذكرى مميزة في أرشيفهم الذي يوثقون فيه رحلات الصيد المميزة وبحسب تعليق الخبراء في مجال الثروة السمكية على تلك السمكة فأشاروا إلى أنه من النادر جداً أن يتمكن أحد من الصيادين من استياد سمكة بهذا الوزن في مياه نهر الفرات حيث أكدوا على أن هذا النوع من السمك يوجد في مياه نهر الفرات لكن مثل هذا الحجم غير متعارف عليه في سوريا فعادة ما يتم استياد أسماك منه بوزن وحجم أقل بكثير وذلك الأمر جعل الصياد السوري حديث الساعة في البلاد خلال ساعات قليلة منذ بدء تداول على وسائل التواصل الاجتماعي وحول سبب ظهور تلك السمكة في المياه السورية فأشار الخبراء إلى أن مثل هذه الأسماك ذات الحجم والوزن الكبير تعيش عادة في أعماق مياه نهر الفرات وربما تظهر بسبب تغير التيارات تحت الماء بسبب تغير درجة الحرارة